سيادة النائبة عايزين كستات أنا بتكلم الأول بلسان الستات إحنا منتظرين نسمع قرارات كتيرة قوي لمشاكل كتيرة قوي بنعاني منها خليني الأول نبتدي ولا أسألك إيه أهم القضايا الخاصة بالستات المطروحة في الحوار الوطن طيب بداية بشكر حضرتك على السؤال المهم وأنا كنائبة برضو امرأة فهيبقى انحيازي معاك جدا يعني إحنا ستات عايزين في حلول إحنا شاكل اللي احنا بنعجبين نحن نريد هنا طرجة واحدية لكن خلينا الأول نفهم الناس ونبسط فكرة الحوار الوطني من الأساس قبل ما نتكلم إيه موضوعات الحوار الوطني هي الحقيقة لدولة ارتقت الفترة اللي فاتت نهج جديد للجمهورية الجديدة من خلال الاستماع للناس دايما بتبقى عندنا مشكلة إنه بيبقى فيه قرارات خاصة من الحكومة بتحصل في أي كيان ما أو حتى من مجلس النواب في زاوية معينة هي اللي بتخرج للمجتمع لكن بلا شك تخالو يعني نقدر نقول عليه تباين القراء في موضوع معين ده بيعلي من فكرة الموضوع دوت وبيطلع عندي موضوع جديد تالت يعني لو أنا وانتي النهاردة فتحنا قضية معينة هيك هيبقى لك رائي غير رائي لو خدنا حد تالت هيبقى رائيه تالت معين هو نفس الموضوع بالضبط فتباين القراء ما بيننا إحنا التلاتة ده ممكن يخلق عندي رائي رابع والأصوب إنه خدت من رائيك أنت أفضل وجهة نظر ومن رائي الحتة التانية والرائي التالت فهي دي فلسفة الجمهورية الجديدة اللي كانت يعني بتقوم عليها الجمهورية الجديدة فكرة الحوار الحوار ما بين كل الأطياف السياسية والصفوة والمتخصصين علشان كل واحد فيهم هيبص النفس الموضوع بس بزاويته بأفكار مختلفة برؤية مختلفة فتيجي هنا دور القيادة السياسية في أنها تفلطر هذه الأراء وتختار منها الأصوب والأكثر تخصص الأكثر استفادة بما يعود للمجتمع هتقيسي ده على تلات محاور اللي هم التلات موضوعات الرئيسية للحوار الوطني بيلتف عليهم أو بتندرك تحتهم كل الموضوعات محور السياسي والاقتصادي والاجتماعي التلات محاور دول مفيش موضوع ممكن يبقى في جمهورية مصر العربية إلا ما هيندرك تحت بند من البنود التلات طبعا هتلاقي الناس طول الوقت بتتكلم في الاقتصاد يعني ده غيلي ده بقى رخيص ده بقى غيلي ده مش موجود ده موجود يقلها في الاجتماعي وأنا شايفة أن يمكن أكتر حاجة بتعاني منها الستات هي المشاكل الاجتماعي بالضبط إما السياسي والرؤية السياسية اللي احنا بنعيشها وفيه مؤيد وفيه معارض وده يحترم وده يحترم وده ليه جاءت نظره البناءة وده ليه جاءت نظره البناءة فهتلاقي إن الموضوعات كلها بتدور فيه الثلاث مجرات دول المرأة بقى المرأة الحقيقة هي عمود فقري في الثلاث محاول يعني مش بس الاجتماعي وبصراحة احنا ما ننكرش ما ننكرش إن احنا طول الثمان سنين اللي فاتوا احنا كستات بنقول احنا في العصر الزهبي صحيح حقيقي يعني حقوق بناخدها سيادة الرئيس متفهم متفهم جدا جدا بمشاكل الستات مشاكل البيت المصري سواء من الست أو الراجل أو الولاد فحقيقي بتحسي كده براحة نفسية إن في حد في ظهرك هو مش بس متفهم عرفة فكرة الإيمان والعقيدة بشيء يعني احنا ممكن نقعد نتكلم دولئاتنا وانا اتكلمت معاك عن مزبيره هتلاقي إن اندفاعك في القضية عن مزبيره مش مجرد إنك مزيع موجود لا دا إيمانك بهذا هو هذه المؤسسة العريقة جزء من تكوينك فهي على نفس الغرار دا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيبي يتكلم عن المرأة مش من مجرد حقوق وانسيازات وعصر دهبي بنقوله والكلام اللطيف لا دا إيمانه بأهمية المرأة المصرية كونها عمود فكري في تكوين أي مجتمع وخاصة اجتمع المصر أنا طول الوقت بقولها في كلامي إنه من قلبه بالضبط بيعمل كل حاجة من قلبه دي فرق بين الإيمان وبين أن أكون بكلم في موضوع سياسي عادي ينفع يروح ويجي والنهار دا ليه شكل وبكرة ليه شكل تاني متغيراته السياسية واضحة لكن الإيمان بشيء هو اللي بيخليك تتكلمي في القضايا من قلبك وشعر بتحدياتها وشعر بهمومها وعلشان كده طول الوقت هو عايز يدي امتيازات أكتر للمرأة المصرية مش علشان هو رئيس جمهورية فقط فبيبص للمرأة بما تستحقه لا لأنه عنده إيمان في قدرة المرأة عموما في قدرتها على التأثير في الجانب السياسي وتأثير في الجانب الاقتصادي والتأثير في الجانب المجتمع عشان كده أنا أقول حريك المرأة شريك في الثلاث محاور الأساسيين في الحوار الوطني وهتلاقي على بداية التولات التلاتة في كل المحاور